السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالدرس الثاني حول تصليح المصابح الليدات هذا الليد سوينا بقصر للدائرة استغنينا عن واحد من الليدات لأنه كان عادل في ظربناه شورت وصلحنا هس رح نفحص لكم اياه لحد الان على شغلة الاولي اليوم فكرتي وياكم انا اريد اقلل الجهد اللي عليه اللي جاي من التيار الكهربائي فهذا مصباح وما نشره ضوئية وما نشره ضوئية انا عربته على احد الاخطاب هفتح واحد من الاخطاب بس اعملت الكهوية طبعا هسا لحبدي ربطة وشدة هاني فتحت الاحمر يعني اللي هو موجب لحا ربطة واحد بالمصباح والثاني على الكارت اللي رحل الادات كملت الربط ماتين هسا لحنا فحصلكم مياه ان شاء الله وشوفوا ان شو الله بس خلي ان شوفكم شون ربطة هذا الاحمر على والثاني مكان الاحمر اللي جاي على الكارت شوين واضح ربط واضح يعني نفس الربط معنى السيريس شون السيريس الربط يجيب الكاربة هاني هنا لحيتقل لأدي الجهد اللي جاي من الكاربة يعني هذا اللي جربتها نهاي الطريقة ونجحت عدي و المصباح يعني حتى صارت طويل أمان خلتهاي بالوير بالوير بحصلكم إياه هذا المسواح موجود بأي مكان يعني ما هي النشرة الضوئية إذا عندك عاطلة فأكيد يطلع من عندها القلوبات أو مصابيع كل يشوفهاي أحبدي أفحصي واشوف الشغلة بدين بالفحص وفي الشغلة ما شاء الله كما قلت لكم هاي الطريقة مجربة طوال شخصينا مجربها وحتى المصباح ومراي طول هذا الفابريش من الشاشة التقطيع يعني من التصوير بشغلة كل جيد ونفس واتشرك وبأي شكل الضوئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة